السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نكمل سورة الممتحنة من الآية 11 إلى آخر السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا وإن فاتكم ننسى كنا جاء بعدها فاء والفاء حرف الحروف الإخفاء يبقى إخفاء لمين لنون الساكنة حالة وسط بين الإضغام وبين الإظهار ميم ساكنة مظهرة شايفها عليها رأس الحق إظهار شفوي شيء من تنوين بتضم وبعده ميم الميم حرف حروف الإضغام بغنى وإضغام كامل الميم هي مشددة فتعدم الصفة بتاعة مين التنوين من أزواجكم نون ساكنة جاء بعدها همزة والهمزة حرف حرف حروف الإظهار الحلقي يبقى عندك إظهار حلق المين للنون الساكنة أزواجكم عندك ميم ساكنة مظهرة ميم ساكنة مظهرة إلى الكفار عندك طبعا لما أنا وقفت كده وقلت الكفار هتبقى الرأي مفخمة وصلت هتبقى مرققة إلى الكفار ريف عقابتهم ده في الوصل لو أنا قلت إلى الكفار هتبقى مفخمة علشان أصبحت ساكنة وقبلها إيه مفتوح ميم ساكنة هنا مظهرة شايفها فعقبتم الباق مقلقلة فآتوا همزة سبقة حرف المد فيكون فيها إيه مد بدل هنا فآتوا للذين إذالوا إخراج اللسان ذهبت إذالوا إخراج اللسان ذهبت أزواجهم شايف كده الميم دي ساكنة بس ما فيش على رأس الحق اللي هي إظهار فيكون عندك يا ميم يا باء لو ميم هيبقى فيه إضغام مثلين صغير باء هيبقى فيه إخفاء إيه إخفاء شفوي هنا في عندك إضغام مثلين صغير علشان الميم جاء وراها ميم فأضغمت الأولى في الثانية وأصبحت التاني حرف إيه وأصبحت حرف مشدد فبتقول إيه أزواجهم مثل إثاء وإخراج اللسان ما أنفقوا عندك مد منفصل جائز حرف المادي في كلمة والهمزة في كلمة فيبقى فيه مد منفصل جائز حركتين أو أربع حركتين أنفقوا نون ساكنة بعدها فا الفا حرف من حروف الإخفاء لو أنت وصلت هيكون في عندك هنا نوع من أنواع المد اسمه مد إيه تمكين بتيجي واو ورا واو ففي الحالة دي بيحصل مد إيه مد تمكين وبيكون حركتين لو وقفت وبدأت خلاص مفيش عندك أي مشكلة واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون هنا اللام في الغذر جاء الله مفخمة ولا مرققة مفخمة عشان سبقت به بضم الذي إذ ذل وإخراج اللسان الذي أنتم عندك مد منفصل جائز يأسا كنا مكسور ما قبل دي في كلمة والهمزة في كلمة يبقى ده إيه منفصل حركتين أو أربع أنتم نون ساكنة بعدها تا وده حرف حروف الإخفاء يبقى إخفاء لمين لنون الساكنة ميم ساكنة وجاء بعدها باء تمام ده إيه النوع الثالث من أنواع الإخفاء الشفوي في الميم الساكنة يبقى ده إخفاء شفوي وده إضغام مثلين صغير أو الإضغام الشفوي وعندك الإظهار الإيه الشفوي بدون الثلاثة بتعمين الميم الساكنة عندك بعدها الضمير في مد صلة صغرى وبيكون عندي من ملحقات المد الطبيعي مؤمنون فيكون فيها مادة عارض للسكون عند الوقف عليها لو أنت وصلت هيكون فيها مادة إيه؟ مادة طبيعية يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا يَا أَيُّهَا عندك هنا مادة إيه؟ منفصل ليه؟ علشان يَا كلمة وأيُّهَا كلمة فعندك مادة منفصل جائز النبي هتغن النون دي المشادة دي حركتين إذا إذ ذاله إخراج لسن جاءك مادة متصل واجب الألف المادية والهمزة الاتنين في كلمة واحدة أربع أو خمس حركات المؤمنات يُبَايِعْنَكَ عَلَى هَا شوف مادة منفصل جائز بين الياء هنا وبين الهمزة ألا ننسكنا وبعدها اللام واللام حرفا حروفا الإضغام بغير غنة وإضغام كامل اللام هنا مشددة ألا يشريء الراء مرقاة علشان مكسورة ألا يشريكنا بالله اللام هنا في الغضل جلال الله مرقاقة علشان سبقت بكسر شيئا لما أنا وقفت على شيئا فبقى عندي هنا في حاجة اسمها مد عوض لما أنا بقف على التنوين بالفتح لو وصلت هيبقى عندك وطبعا مد العوض بيمد كام حركته لو وصلت هيكون فيه و وبعد التنوين فيبقى فيها إضغام بغنة وإضغام نقص بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان عندك الرأة هنا الرأة مرقاقة القاف هنا مقلقلة ولا يسرقن القاه القاف المقلقلة ولا يزنين ولا يقتلن القاف المقلقلة أولادهن المشدد غنة حركتين ولا يأتين ببهتان لما نقفت على ببهتان هيبقى فيها مد عرض للسكون لو وصلت هيبقى تنوين بالكسر وبعده إلياء حرف حروف الإضغام بغنة هو إضغام ناقص ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن لما نقفت على ببهتان ده وقف نوع حسن لأنه لسه متعلق ما بعده في المعنى وفي اللفظ فلازم أجب من إن ولا يأتين ببهتان يفترينه إنما لو أفتهن على ببهتان وبدأ تقول يفترينه هيبقى فيه ابتداء قبيح لأنه مش هيدي معنى عندي يفتري الرأ هنا مرققة بعدها الضمير في مادة صلة صغرى حركتين بين أيديهن النون مشددة هتغلناها حركتين وأرجلهن عندك هنا الرأ مفخمة عشان سبقت بفتح هنا النون مشددة برضو هتغلناها كام حركتين وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ عندك هنا تنون بيكسر وبعده فائل فأحرف هروف الإخفاء شيف لا علشان المعنى يعني من الأفضل أن أنت لا تقف هنا لا تقف هنا علشان أن أنت تكمل المعنى هيكون أفضل لما أنت إيه لما أنت تصل فَبَايِعْهُنُنٌ مشددة هتغلناها حركتين واستغفر الرأ هنا ساكنها سكون أصلي وسبقت بكسر فتبقى مرقاقة واستغفر لهن نون مشددة هتغلناها حركتين عندك هنا اللام في لغض الجلال مفخمة عشان سبقت بإيه بفتح لما أنا وقفت على لغض الجلال الله فيبكون فيها مادة عرض للسكون إن الله غفور رحيم نون مشددة هتغلناها حركتين واللم هنا مفخمة عشان سبقت بإيه بفتح غفور الرحيم تنون بالضم وبعده رأ الرأ حرف الحروف الإضغام بغير غنى وإضغام كامل رحيم عند الوقف عليه يبقى فيها مادة عرض للسكون اثنين أو أربع أو ست حركات وصلت هيكون فيها تنون بالضم وبعده ياء هيبقى فيها إضغام بإيه إضغام بغنى وإضغام ناقص يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ يَا أَيُّهَا زي ما قلت لك في بداية الإيه في بداية الصفحة فببع أنك مادة منفصل عشان يَا كَلِمَة وَأَيُّهَا كَلِمَةً منفصل جائز حركتين أو أربع الذين إذ ذلوا إخراج اللسان آمنوا همزة صبقة حرف المادة يبقى مادة بدل ملحقات المادة طبيعية حركتين لَا تَتَوَلَّوْ قَوْمًا غَضِبًا عندك تنون بالفتح وبعده غين الغين حرف الحروف الإظهار الحلقي غضب الله اللام مفخم عشان سبقت بفتح عليهم ممساكنة مظهرة رأس الحق موجودة عليها فتبقى مظهرة قَد يَأِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَأِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ قَد ادَّى للمقلقلة هتدي لها إيه القلقلة بتاعتها علشان هي ساكنة سكون أصلي يَأِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ الرأي هنا مفخمة عشان هي مفتوحة كَمَا يَأِسَ الْكُفَّارُ ها قلت لك في كلمة الكفار لو أنت وقفت هتبقى مفخمة طب لو وصلت هنا هتبقى مفخمة برضو علشان هي متحركة بإيه بضم من أصحاب نون ساكنة بعدها همزة والهمزة من حروف الإظهار الحلقي عند الوقف علاه يبقى فيها مد إيه عارض لسكون اثنين أو أربعة أو ستة حركات هنقرأ الآيات وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايَعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ إن شاء الله نلتقى على خير في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته